أعلنت القيادة المركزية الإمريكية أن قواتها شنت غارات على سفينتين مسيرتين غير مأهولتين وثلاثة صواريخ كروزة متنقلة مضادة للسفن شمال مدينة الحديدة في اليمن كانت مجهزة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر وأضافت في البيان حددت القيادة المركزية الإمريكية هذه المركبات والصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن البحرية الإمريكية والسفن التجارية في المنطقة حيث كان الحوثيين قد هددوا باستهداف جميع السفن المتوجهة إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسيتها محدرين شركات الشحن العالمية من التعامل مع المواني الإسرائيلية كما شنت الولايات المتحدة الإمريكية وبريطانية عدة ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن على خلفية تكرار استهداف السفن المرة في البحر الأحمر اشتركوا في القناة